أهالي قرية باقور وجزيرة باقور التابعة لمركز أبو تيج بأسيوت يستغلسون من تضررهم من المعدية الواصلة بين المنطقتين عبر قارب متهالك الخوف كل الخوف على الأطفال أثناء عبورهم هذا المصرف المائي اللي موجود في المكان هل بنرفع الأمر للسيد اللواء محافظة أسيوت وإحنا على ثقة أنه سيعطي هذا الموضوع اهتمام كبير أولياء الأمور بمدرس الجزيرة كيمان المطعنة بمركز إزنا جنوب محافظة الأقصر بين أجده السيد وزير التصالات ورئيس الشركة المصرية للتصالات سرعة توصيل خط تلفون أرضي للمدرسة خاصة وإن كبينة التلفونات لا تبعد على المدرسة سوى مسافة بسيطة وحتى يتم إنهاء هذه المشكلة أزمة اختطاف الطفل محمد خالق جمال إبراهيم اللي اختفى من قدام بيته من فترة طويلة في شارع المعهد الديني في منطقة العروبة بوراق العرب لسه ملهاش حل الطفل مختفي من يوم 27 يولو الماضي والمحضر اللي عملته ولدة الطفل رقم 4831 قسم الوراق الحقيقة احنا بنرفع هذه الشكواريت شوفونا صورة ابننا ده لأنه يعني بالفعل احنا بنطلق طيب كويس أنا بخدتش بالي فنتبنى بالفعل من كل أهلنا اللي يعني يشوف هذا الولد يتصل بأسرته أو يتصل بالبرنامج وإحنا على ثقة أن وزارة الداخلية لن تألو جهدا أيضا في البحث عنه عشان يستريح قلب أمه وأسرته أهالي عزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية بالعزازية مركز مينيا الأمح محافظة الشرقية بيطالبوا بتوسعة الطريق الرئيسي للعزبة ونقل عمدان الكهرباء وخاصة اللي بجوار مسجد الكاشف حتى تستطيع السيارات الكبيرة الدخول للعزبة أهالي ميد غمر بيشتكوا من نقل بعض مواقف الميكروبوسات خارج المدينة لأن ده يعني تسبب في مشكلة للمستخدمين الميكروبوسات لأنهم كانوا بيركبوا التوك توك لغاية الموقف الجديد ب15 جنيه يعني المشوار اللي كان بيكلف قبل كده 5 جنيه أصبح بيكلف دلوقتي 20 جنيه كمان الأهالي بنفس الشارع بشارع مستشفى ميد غمر بيعانوا من أن المحلات بتستولي على الأرصفة وجزء من الشارع بالإضافة إلى الباع الجائلين ومواقف التوك توك في هذه المنطقة وصلنا استغالصة من أهالي عرب الحروبة بأبو مناع جبلي مركز دشنا بقنة بيطالبوا بدخول خط مياه شرب دعما لهم بسبب انقطعات المياه الكثيرة وخاصة في فصل الصيف اللي بتنقطع لمدة أسبوع أو أكثر بسبب الخط القديم بالإضافة إلى طلبهم بالإنارة بإنارة الأعمدة نحن على ثقة أيضا أن السيد ممدوح رستان من الشركة القبضة بيتابع بنفسه وكذلك الحال بالنسبة للمهندس سامي وردة اللي الحقيقة بيشوف مشكلة بيجري على طول على الفور ويحلها أمنا في حل مشاكل أهلنا جميعا اشتركوا في القناة